السؤال اللي كان لازم أسئلولك قبل كده بشوية أول ما قلت لي صدر حكم صالحنا ألف مبروك وده خبر كويس كان لازم أسألك سؤال هو الحكم اللي خدناه النهاردة ده بات وانهاء ولا قاد لا بات نهاء ايه خلال يعني ما ينفعش علي إجراءات لا خلاص ما احنا قلنا حضرتك مش احنا قلنا انا عايز يسر له لا طبعا حكم التحكيم حضرتك لا يجوز التعن عليه بأي طرق من طرق التعن النص عليها القانون في جمهورية مصر العربية أو أي بلد إلا بدعوة واحدة اسمها دعوة البطلان يقدر يعمل كده الوقت ايه على ايه أنا السؤال أنا بقول على حكم البطلان حضرتك أنا أسألك ونبي عشان خطري لا استنق ما تحاولش تقولي على ايه لأن أنا وانت إذا كان عندنا خلفية مش متاحة للمشاهد تتطبع أنا بسأل هل هناك ما يستطيع أن يلجأ إليه الخصم اللي هو ميسك أنه يطلب دعوة البطلان دعوة البطلان لإيه الدعوة البطلان بيقام يفند على حكم التحكيم هو يقدر يطعم في الحكم الثاني يintersين يقولي لا يقدر يطعم في الحكم الثاني مش عايزك تشرح لي لا لا ما يقدرش يطعم في الحكم الثاني على حكم الاستيناف لا� married يطعم כita مش هيقدر ولا ما يحقلوش ما يحقش لي إن هو حضرتك يطعم عليه يطعم عليه بإيه بأي وجه مش بأي وجه ما تسألش بسأالي أنت رجل اللي عندك الإجابة أنا قلت حضوريتك حضوريتك هذا الحكم نهائي وبات هذا الحكم اللي تم الطعن عليه اللي صادر حضوريتك من مركز التحكيم في الدعوة التحكمية ألف واربعة هذا الحكم قدية ببطلانه وما ترطب عليه من أثار ما ترطب عليه ده بقى مرضات صبح وحجازي ومشعاري في الحكم